موسيقى جيم المقطع جيم أكمل ابن أثير كلامه فقال فلم يقبلها نور الدين منه وتغير عليه وعزم على الدخول إلى مصر وإخراجه عنها وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبر فجمع أهله وفيهم أبوه نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء لا يوجد ما يسمى بمفوضية وزارة مؤسسة منظمة هيئة نزاهة حتى يحاسب الأمير صلاح الدين على تعيين أقاربه في المناصب العليا للدولة يقول فجمع أهله وفيهم أبوه نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء وأعلمهم ما بلغه لاحظ اتخاذ قرار قرار سيادي يشارك فيه الأهل والأقارب والأتباع من أقرب المقربين إلى من ينتمي إلى القومية وإلى البلاد البعيدة لاحظ ليس عنوان هنا أيضا يرجع هذا الكلام إلى ما ذكرناه سابقا في الدرس السابق بأنه ليس فقط عنوان القومية الكردية هنا ليس فقط هذا وإنما ينطبق عليه عنوان كردي وأعجمي كردي وإيراني كردي وبلاد فارس كردي وأذربيجاني كردي وآذري إيراني آذري فارسي لاحظ لأنه من تلك البلاد ليس من البلاد العربية كلام لمن يتمسك بهذا العنوان وما يرجع إلى هذا العنوان لمن يتمسك بالقومية بما هي قومية إذن على كل حال نقول أتى بهؤلاء وأعلمهم ما بلغهم من عزم نور الدين وحركته إليه أين المشكلة الملك رئيس الدولة رئيس الوزراء الأمير السلطان ولي الأمر يريد أن يغير أين المشكلة يجب على الرعية الأطاعة إذن يقول وأعلمهم ما بلغهم من عزم نور الدين وحركته إليه واستشارهم فلم يجبه أحد بكلمة واحدة فقام تقي الدين عمر ابن أخي سلاح الدين فقال إذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد ووافقه غيره من أهلهم ووافقه غيره من أهلهم فشتمهم نجم الدين أيوب من هذا نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين إذن أبو صلاح الدين شتمهم لاحظ قال صلاح الدين أخو صلاح الدين ابن أخ صلاح الدين إذن هذا نجم الدين هو الجد فشتمهم له الحق في الشتم يقول فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر ذلك واستعظمه وشتم تقي الدين وأقعده وقال لصلاح الدين أنا أبوك وهذا خالق شهاب الدين ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لو رأينا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه يقول أنا وخالك لو رأينا نور الدين لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه لم يمكننا ليس عندنا منصب ولا عندنا شغل ولا عندنا وظيفة ومهنة إلا أن جعل لنا أن نقبل الأرض بين يديه هذا هو الشغل الذي جعله لنا نور الدين ولو أمرنا أن يقولون نقبل بهذا ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا ما هذا القول ما هذا الكلام ما هذا الإخلاص ما هذه القوة ما هذه المبدئية هنيئا لك يا نجم الدين أيوب التفت جيدا يقول التفت إلى العبارة عبارة شديدة عبارة متينة عبارة عميقة عبارة عظيمة ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لو رأينا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا فإذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم وهذه البلاد له ونحن التفت يقول ونحن مماليكه ونوابه فيها لاحظ هذا هو جزاء المعروف هذا هو موقف نجم الدين إذن هم ماليك لنور الدين لنور الدين الزنكي هم ماليك للزنكية الذي أخرجهم إلى لنقل إلى حرية الحياة إلى الحرية ثم إلى التزعم والسيادة والسلطنة هم الزنكيون نور الدين وآل نور الدين الزنكي فعلوا بهم المعروف وما هو جزاء المعروف؟ المعروف التفت جيدا وهذه البلاد له ونحن مماليكه ونوابه فيها فإذا أراد عزلك سمعنا وأطعنا والرأي أن تكتب كتابا مع أن تكتب كتابا مع نجاب أو مع نجاب من النجيب والنجباء إنسان فاضل مع شخص ثقة شخص له شأن له خصوصية تقول فيه أي ترسل هذا الكتاب إلى نور الدين تقول فيه بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد فأي حاجة إلى هذا؟ لماذا تتحرك يا نور الدين؟ يرسل المولى يعني تقول له يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي من ديلا ويأخذني إليك تقول فيه بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلاد فأي حاجة إلى هذا؟ يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي من ديلا ويأخذني إليك وما ها هنا من يمتنع عليك؟ يقول وأقام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذا؟ أقول موقف رائع من أيوب والد صلاح الدين يدل بين قوسين ظاهرا على الحكمة وتقدير مصلحة الإسلام وتقديمها على الأنا والمصالح الشخصية وهو موقف وهو موقف ظاهر في الإخلاص والطاعة لولي الأمر وولي النعمة لقد عبر تعبيرا رائعا عن هذا بقوله ونحن مماليكه ونوابه فيها فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا دال أي المقطع دال أقول لكن هل صمد ويصمد كلام أيوب السابق وما هي نسبة صدقه وواقعيته الجواب بكل وضوح يأتي من أيوب نفسه فبعد أن خلى بصلاح الدين أيوب الأب فبعد أن خلى بابنه صلاح الدين فبعد أن خلى بصلاح الدين كشف له واقع ما يريد قال ابن الأثير فلما خلى به أيوب قال له بأي عقل فعلت هذا وبخ الآن وبخ صلاح الدين لماذا وبخ ابنه يقول له بأي عقل فعلت هذا أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته أو سمع عزمنا على منعه ومحاربته أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته أو سمع عزمنا على منعه ومحاربته يقول ماذا سيفعل بنا جعلنا أهم الوجوه إليه وحينئذ إذن سيتوجه إلينا يقول له وحينئذ لا تقوى به وأما الآن إذا بلغه ما جرى وأما الآن إذا بلغه ما جرى وطاعتنا له بلغ طاعتنا له وبلغ له ما جرى تركنا واشتغل بغيرنا والأقدار تعمل عمالها هل انتهى كلام الأب لا التفت جيدا يقول هو والله لو أراد نور الدين ولي الأمر السلطان صاحب النعمة يقول هذا هو السيد الذي كان يملك هؤلاء ماذا يقول الأيوب يقول هو والله لو أراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل هذا هو الملك هذه السلطة لكن لاحظ ما هذه الحنكة ما هذه القدرة على الاحتيال كيف صدقه كيف صدقتم كيف صدقنا بهذا الإخلاص والموقف أمام الأبناء والأحفاد لاحظ يحذر حتى من من هو قد أخلص لهم ومن عائلته ومن ذويه ومن أبنائه ومن أحفاده مع هذا قال بذاك الكلام مصرح بذاك الكلام الذي كشف عن الإخلاص لكنه عندما أخلى بصلاح الدين قال لو أراد نور الدين قصبة من قصب السكر قصبة قصبة يقول لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل لاحظ كيف أنه يخسم على أنه سيقاتل وليه الشرعي وولي نعمته ولو على قصبة من قصب السكر ويمود دونها ولا حول ولا قوة إلا بالأسفل